اشتركوا في القناة كبير جدا من الرضا الحمد لله مع الاتحاد الافريقي ومجلس الادارة فانا بشكر كل الناس القائمين بشكر حضراتكم كلكم على الاهتمام الحمد لله يعني كنتم معانا ثانية بثانية الحمد لله وده طبعا دور الاعلام انه يبرز الشئ الكويس وده اللي احنا محتاجينه لفترة دي نادي لقالي كان الحمد لله خير ممثل لمصر كمنظم لبطولة افريقية وللاتحاد الافريقي طبعا يا رب العالمين ده نتيجة مجهود موسم كامل الحمد لله خدنا الكاس وخدنا الكاس افريقيا ان شاء الله نعمل بطولة تالتة السنة دي ويا بان شاء الله سنتين وارا بعد نكسب تلت بطولة كوارا فريت سموحة عاملة موسم كويس جدا السنة دي دعامه كويس ايه فريقة محترمة جدا عملنا حسابها والحمد لله قادرنا نذكرها كويس وعملوا جيمة تاني كويس ايه لكن الحمد لله سيطرنا على المطش من الاول الاخر طبعا زي ما انت قلت دعب دي بقى يعني انت اكتعب موسم كامل من التدريبات والتخطيط طبعا لان احنا لوصل الى ملاحقق دي نبقى التالت في روكي الحمد لله ويعني فعلا احنا كل الناس لعيبة وجهاز وادارة النادي كل الناس ما حدش باخد مجهود كله طيب عشان خاطر ان احنا حافز على البطولة التالت سنة على التويل الحمد لله صعب جدا جدا ان اه في حد يقدر يكسب فريتنا هنا في النادي في الصالة دي احنا فعلا جمهور في ادافها معانا بنبقى هم يعني بنحس ان احنا مش ست العيب احنا اكتر في الملعب لزالة في جمهورنا وهم واقفينهم معانا فالحمد لله وبشكرهم طبعا على ان هم حضروا وسندوا بالقوة دي وانتمنى دايما يا رب ان هم يبقوا معانا وانتراحوا ان شاء الله اشتركوا في القناة